ومازلنا معكم مشاهدين على المتابعة ونضم إلينا هاتفيا لأستاذ محمد مخلوف الكاتب الصحفي أستاذ محمد يعني الرمز هو الشهيد عبد المنعم رياض الجنرال الدهبي لكن المسيرة مستمرة ورأيناها اليوم خلال الندوة التثقيفية التي شاهدها الرئيس عبد الفتاح السيسي يعني أفلام تسجيلية ونماذج حقيقية وشكل من أشكال الدراما لنقل الواقع بطل بسلم بطل والجيش الأبي وغيرها أهم ما توقفت عنده في احتفاء اليوم بيوم الشهيد مساء الخير على حضرتك وعلى السادة مشاهدين يعني حضرتك من الندوة التثقيفية حملت اليوم رسائل عديدة للداخل والخارج رسائل هامة يعني أبرزها أنه بعد ثورة 30 من يونيو المجيدة حدثت طفرة أسلحية غير مسبوقة لقواتنا المسلحة وكمان في تطوير للفرد المقاتل إداريا وتدريبيا ومعنويا يعني فيه اهتمام كبير بالعنصر البشري وده كان طبعا بدعم كبير من القيادة السياسية المخلصة طبعا الطفرة والتطوير ده بيتعمل لأن جيشنا بيحمي مش بيهدد بيأمن حدودنا مش بيعتدي على حد يعني هو فعلا جيشنا العظيم هو الجيش الأبي لو تكلمنا عن اليوم يوم الشهيد ده رمز الاعتزاز والفخر لأنه يوم يعني أشرف يوم وسألت فيه دماء الشهداء دفاعا عن تراب الوطن وهم شهداء مصر الذين يضحون بأنفسهم في سبيل الوطن يعني مصر بتحتفل بهذا اليوم في التاسع من شهر مارس من كل عام كما نعلم يعني من الناحية الوطنية والإنسانية أيضا هناك رسائل مهمة وكبيرة أبرزها أن الأوطان العظيمة هي تلك التي تحتفي بتاريخ شهدائها وتظل تؤرخ لهم وتذكرهم بما يتحقون من الفضل والعزة والشرف وتعتني بأسرهم يعني حركة شايفة احنا شايفين تواجد لأسر الشهداء وأسر المصابين أيضا في الندوة التثقفية فالدولة بتعتني بالأسر وبأبناء الشهداء وزويهم وده أمر مهم جدا وهم يعني في ظل القيادة الحكيمة للرئيس السيسي يحظوا باهتمام غير مسبوك نعم هذا الاهتمام غير المسبوك أيضا يعني ربما عبر عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي في تعقيبه الأخير خلال الجزء الأول من الندوة التثقفية ليس فقط بالتكريم وإنما بنقل القصص الحقيقية لهؤلاء الشهداء وأسرهم ووصف هذه القصص بأنها كنز من الوفاء همية تقديمها إلى جموع المواطنين لمعرفة ما يدور داخل هذه البيوت المصرية والأسر المصرية البسيطة الذين يفقدون أبنائهم في أروع قصص الوفاء والصمود والدفاع عن الوطن هذه القصص لا شك أنها مهمة جدا فالفن يجسد الحياة الحقيقية في أي مجتمع باختلاف الحقبة والزمن وينقل الواقع في كثير من الأحيان يعني حرك بينقل رسائل وقعية بنعيشها كل بيت مصر يمكن فيه شهيد أو أكثر من شهيد كل عائلة مصرية فيها قدمت للوطن شهيد أو أكثر كل قرية كل ناجأ كل كفر كل محافظة فيها العديد والعشرات من الشهداء يعني حضرك الفن وثقة تاريخية لثقافة أي مجتمع يعني يجسد العادات والتقاليد والمورسات والأعراف بشكل يصل إلى الجميع بكل بساطة حتى الأجيال حتى تتنقله الأجيال القادمة حضرتك الفن بأشكال وأنواع مختلفة أيضا مش بس التمثيل كمان الغناء بالأغاني الوطنية لها دور كبير وحماسي وهام الشعر أيضا له دور مهم الرسم الأدب وغيرها من أنواع وأشكال الفن كل ذلك يعزز الانتماء والولاء والمواطنة وهذه تحمل رسالة هادفة من خلال الفنان الذي يريد توصيل رسالة مهمة من خلال دوره الذي يؤديه طبعا أروح شهداء هي السمن الغالي في مواجهة قوى الشر دفع مئات الشهداء حياتهم للدفاع عن الوطن وأمن وتلامة المواطنين الشهداء أصلا ليس فقط من رجال قوتنا المسلحة الشهداء هم شهداء المصريون من رجال القوات المسلحة ورجال الشرطة ورجال القضاء من المواطنين أيضا العديد من الشهداء والمصابين الذين سقطوا في العديد من العمليات الإرهابية يعني دماء المصريين بصفة عامة روت تراب الوطن الغالي تاركة خلفها العديد من الرسائل الوطنية والبطولية نعم هذه الرسائل الوطنية والبطولية هي فرصة في يوم التاسع من مارس من كل عام للتذكورها في رأيك يعني طبعا نحن بنتكلم عن حاجة مهمة يمكن لفتت انتباهي أيضا في سؤال حضرتك استكمالا الإجابة وهي الوعي معركة الوعي لها دور كبير ولا تقل أهمية عن حماية الأمن القومي فالعالم في الأولى الأخيرة والحديثة يعني يشهد اختلافات وتغييرات متعددة على مختلف المستويات السياسية والاستراتيجية والاقتصادية والثقافية والعسكرية أيضا يعني ولعل من الأمثلة الواضحة هذه التغييرات تغير مفهوم الحرب وفلسفتها عما كان عليه الحال في ظل الحروب التقليدية يعني حضرتك خلال فترة زمنية طويلة من التاريخ الإنساني كانت الحروب تعتمد على المجابعة العسكرية والقوات النظامية وينتصر طرف على الآخر من خلال التفوق في الأسلحة في المعدات العسكرية في تدريب العنصر البشري يعني دي كانت عوامل مهمة في حسن نتيجة أي صراع عسكري أو حرب لكن في الفترة الأخيرة ظهرت أنواع جديدة من الحروب والمعارك والصراعات الدولية في شكل أنماط جديدة يعني نلمسها ونشاهدها تمثل في حروب الجيل الرابع التي تعتمد على نشر الشائعات والأخبار المغلوطة والتشكيك في أي إنجاز يتحقق على أرض الواقع طيب هذا الأمر يعني إذا ما تمت مواجهته بسلبية في رأيك إلى أي مدى هذا يسهم في نشر هذه الأفكار ونشر ما تروج له هذه الحروب من الجيل الرابع طبعا لابد أن تعي كل مؤسسات الدولة المواجهة الحاسمة لهذا النوع من الحروب وهي بالفعل تعي ذلك وهناك اهتمام وتوجيه دائم ومستمر من القيادة السياسية بأهمية رفع الوعي لدى المصريين من خلال التعاون والتكاتف لدى مؤسسات الدولة بصفة عامة لتنمية الوعي لدى المواطنين يعني وسائل الإعلام أيضا المختلفة المكتوبة والمرئية والمسموعة لها دور مهم في هذا المجال ليس فقط جهات الدولة الوزرات أو الجهات المعنية أيضا الإعلام له دور كبير يعني الأحزاب السياسية لها دور كبير من التحامها وتوجدها بين المواطنين وفي الشارع كل الجهات كل الجهات لازم يكون في تعاون وتواصل يعني واستخدام لجميع الأدوات المختلفة لكي تكون هناك استراتيجية واحدة لمواجهة أي ترويج لأفكار متطرفة أو غيرها والفن أيضا له دور ومسؤولية كبيرة في ذلك طبعا بالفعل يا فندم يعني الفن بيجسد الحياة الحقيقية ويعتبر هو بمثابة القوى الناعمة التي تصل رسائلها سريعا وتنقل الواقع دون تزييف نعم طيب أثناء الاحتفاء أيضا يعني ذكر خلال الاحتفاء ما يتميز به الجيش المصري الآن من بسالة وقدرة على التسليح وتنوع أيضا مصادر التسليح إلى أي مدى ذلك يسهم في رسم صورة مصر أنها دولة غير معتدية دولة حريصة على حماية حدودها وتتمتع بجيش قوي عظيم التسليح ومتنوع أيضا في مصادر تسليح طبعا بالفعل حريصة تنوع مصادر التسليح يؤكد ويوجه رسالة قوية تتمثل في الردع العام لكل من يفكر في الاقتراب من الحدود المصرية فهو يعي جيدا قوة وكفاءة الجيش المصري الذي يحتل المكانات متقدمة عالميا وتصدر مكانة كبيرة بين جيوش العالم الجيش المصري طبعا حرص بصفة خاصة بعد ثورة 30 يونيون مجيدة على تحديث منظومة التسليح وكمان مش بس التسليح كمان تطوير الفرد والاهتمام بالعنصر البشري لرجال قواتنا المسلحة الجنود والمقاتلين باختلاف فئاتهم ده كله كان فيه دعم كبير من القيادة السياسية المطلطة لجيشنا والقواتنا المسلحة وده علشان جيشنا الأبي هو جيش بيحمي ولا يهدد ويؤمن الحدود المصرية ولا يعتدي على أي حدود أخر صحيح وهذا يعني ينعكس أيضا على ثقة الجندي في نفسه بجانب عقيدته التابتة في الدفاع عن الوطن أشكرك جزيلا الكاتب الصحفي الأستاذ محمد مخلوف كنت معنا عبر الهاتف